هذه أبرز العنوين رسميا نادي باير ليفر كوزن الألماني يعلن عن تعرض الدولي المغربي أمين عدلي لكسر وسيغيب لهذه المدة طويلة بسبب الانتقادات النجم المغربي حاكم زياش يدخل فيه الشباك في تدريب غلطة ساريا ارتقاء المنتخب المغربي في ترتيب الفيفا وحفاظه على صدارة التصنيف القاري والعربي يوسف انصيري في أزمة كبيرة بسبب إحصائيات متيرة داخل فريقه فنربخشة تركي قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل جرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب أعلن نادي باير ليفر كوزن الألماني الأخبار السيئة بخصوص إصابة لعبه الدولي المغربي أمين عدلي حيث أكد باير ليفر كوزن أن عودته ستكون في شهر يناير من سنة 2015 وذكر الطبيب فريق ليفر كوزن الألماني في بلاغه اليوم الخميس أن أمين عدلي سيغيب لقرابة ثلاثة أشهر عقب إصابة قوية التي تعرض لها داستاد بريست في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء كتب باير ليفر كوزن سيغيب النجم المغربي أمين عدلي عن الملعب لبقية العام الجاري حيث تعرض لكسر في عضلة الشدية اليسرى وهو المتوقع أن لا يعود إلى الملعب قبل يناير 2025 مما يؤكد على أن أمين عدلي سيغيب أيضا عن معسكر المنتخب المغربي القادم الذي ستتخوله مبارتي المغرب ضد القابون والإسوتو في تصفية الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المغرب ذكرت المصادر الصحفية التركية مساء أمس الأربعاء أن اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش واجه مشادة مع أحد الصحفيين خلال تدريبات فريق أتصري وذلك قبل مبارتهم ضد إفليسبورغ ضمن منافسات الدول الأوروبي أوضحت تقارير الإعلامية أن النجم المغربي حكيم زياش طلب الصحفي بالتوقف عن تكرار تصرفاته المعتادة مما استدعى تدخل أحد إداريا نادي لتهديئة الوضع وتجنب أي تصعيد قبل المباراة المرتقبة وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللقاء جمع بين زياش والصحفي بعد انتهاء الندوة الصحفية المتخصصة للمباراة في محاولة تقريب وجهة النظر حول الخلف يواجه زياش منذ فترة الانتقادات لا لعام من بعض وسائل الإعلام التركية نتيجة تراجع مستواه وغيابه المتكرر عن نادي غرطة صاري التركي بسبب الإصابة المتعددة كما أن محاولات الرحل على النادي خلال الأيام الأخيرة في الفترة الانتقالات الصيفية الماضية أطارت بعض الاستياء لمحبي النادي غرطة صاري مما جعله عرضة للانتقادات يذكر أن النجمة المغربي حكيم زياش لم يشارك في آخر معسكر إعداد للمنتخب المغربي في أكتوبر الجري وغابعي مبارتين ضد إفريقيا الوسطى بسبب الإصابة التي عانى منها ارتقى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى المركز هي الثالث عشر عالميا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي أصدرته اليوم الخميس استمر وصود الأطلس في صديرة المنتخبات الإفريقية برصيد 1691.57 نقطة متفوقا على منتخب السنغال التي جاءت في المركز العشرون عالميا بـ 1627.13 نقاط حافظ المنتخب المغربي على مركزه الأول عربي متقدما على منتخب مصر الذي يحتل المركز الثلاثون عالميا والتالت إفريقيا برصيد 1526.25 نقطة وعلى الصعيد العالمي احتفظ منتخب الأرجنتين بصدارة في التصنيف متبوعا بمنتخب فرنسا في المركز الثاني ومنتخب إسبانيا في المركز الثالث جاءت إنجلاتيرا وبرازيل في المركزين الرابع والخامس على التواري وفي القائمة المنتخبات العشر الأوائلة عالميا استمرت واجد منتخب كل من بلجيكا والبرتغال وهولندا في حين أكملت إيطاليا وكولومبيا المركز العاشر الأول يعيش الدولي المغربي صفنصيري مهاجم نادف نربخش التركي فترة صعبة للغاية في مسيرته الكروية حاليا ففي الوقت الذي تشهد فيه قيمته السوقية ارتفاعا ملحوظا يعاني اللاعب من تراجع كبير في مستوى وتحديدا على الصعيد الأرقام التهديفية وفقا لأحداث الإحصائية يتصدر يوسف انصيري قائمة الأكثر اللاعبين تضييعا للفرص الثانية للتشهيل في الدورية التركية هذا الموسم متفوقا على النجوم الكبار أمثال رافا سيلفا وفيكتور أسيمين هذا الأداء المتدبدب أترى حفيدة جماهير فنربخش التي لم تتردد في الانتقاد اللاعب علنا ومع ذلك وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب لا يزال المدرب البرتغالي جوزي مورينيو يتقو في قدرات المهاجم المغربي يوسف انصيري ويؤكد على ضرورة منحه المزيد من الوقت للتعقلم والعودة إلى مستواه المعودة قرر رادي الرجاء الريدي لكرة القدم جر محمد شرع الناطق الرسمي للجيش الملكي إلى اللجنة الأخلاقية التابعة للجامعة المغرب لكرة القدم بسبب تصريحات التي أدل بها الأخير يوم الأمس وقال الشرع في تصريحات إن الرجاء استفاد الموسم الماضي من التحكم أو التحكيم وأن الجيش تضرر بشكل كبير والأخطاء الحكام وأن ذلك كلفه لقب البطولة الاحترافية مشر إلى أن نفس الأخطاء تتواصل هذا الموسم انتقد الناطق الرسمي باسم الجيش الملكي أداء التحكم في مباراة الرجاء التي جرت يوم التولتاء الماضي كما انتقد النقل التلفزيوني وأكد أن بعض اللقطات تعاد مرارا وتكرارا عندما يتعلق الأمر بالطرف المعين وأن الأمر يختلف عندما يتعلق بالأمر بلقطات تخص فريق العسكري تساءل الشرع في تسريحاته عن السبب خلف تعيين الحكام أحمد داردور من عصبة سوس بشكل مستمر في غرفة الفر في مباراة الرجاء داخل الميدان مشيرا إلى أن الأخير كان حاضرا في مباراة الفريق الأخضر داخل ميدانه أمام نهضة بركان والفتح الرباضي ثم الجيش الملكي رافق الرجاء الرياضي شكايته بتسجيل لتسريحات الناطق الرسمي باسم الجيش معتبرا أنها تسيء إلى الفريق الأخضر وأنها تحمل اتهامات خطيرة بينا طياتها شكرا للمشاهدة